بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من أحق بكفالة الطفل عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم متفق عليه ورواه أحمد أيضا من حديث علي وفيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لحق بكفالة الطفل أمه أولا فإن لم توجد الأم أو كانت غير صالحة للكفالة فالخالة أخت الأم بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله ابن عمر بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينتزعه مني فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني نعم هذا الحديث فيه أن كفالة الطفل تكون لأمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أحمد وابن ماجة والترمدي وصححة في رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئري أبي عينبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيه ما شئت فأخذ بيدي أمه فانطلقت به رواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه ولأحمد معناه لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر قد سقاني ونفعني نعم هذا فيه كما سبق أنه إذا طلق الرجل امرأته ولها طفل منه فإن الحق بحضانته يكون لأمه لأنها أعرف بمصالحه وحاجته وهي أرعف به أيضا هي أرعف به من أبيه فتكون الحوانة للأم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به نعم وهذا فيه أنه إذا استدعى الأمر إلى النظر إلى رغبة الطفل فإنه يسأل الطفل فإنه يسأل الطفل من يرعب من والديه فيكون مع من أظهر رعبته فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل المتنازع في تربيته بين أبيه وأمه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للطفل يا غلام هذا أبوك وهذه أمك خذ من ترعب منهما فأخذ بيد أمه فذهبت به نعم وعن عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه رواه أحمد والنساء وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سينان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه فقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية وقال لها أقعدي ناحية وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رواه أحمد وأبو داود نعم هذا فيه أنه إذا تنازعت الأم والعب في طفل بعد طلاق الزوج لها أبو الطفل أنه يخير الطفل يخير بينهما فخير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة فأخذت بيدي أبيها فذهب بها نعم فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رواه أحمد وأبو داود أبوها مسلم نعم وأمها كافرة نعم فمالت إلى أمها نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها يعني يهدها للصواب في هذا الأمر فاختارت أباها فذهب بها نعم وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن رافع ابن سنان الأنصاري نعم رضي الله عنه وفقكم الله يا شيخ بالنسبة للحضانة عند الفقهة يقولون ولا يقر بيد من لا يصلحه ولا يصونه إذا كانت الأم كافرة فهل يخير أيضا الأب بينها وبين الأم والأب الكافر لا يصلح لحضانة لا يصلح لحضانة باب نفقة الرقيق والرفق بهم عن عبد الله ابن عمر أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرئ إثمن أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم نعم هذا فيه أن من تولى على طفل فإنه يقوم بنفقته بمقدار ما يكفيه نعم باب نفقة الرقيق والرفق بهم عن عبد الله بن عمر أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرئ إثمن أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه أحمد ومسلم الحقوق الرقيق نعم المملوك نعم الحقوق المملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق نعم وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه متفق عليه نعم هذا فيه رفق بالأرق وبيان حقوقهم طعامه وكسوته نعم ولا يكلف من العمل ما لا يطيق هذا في حقوق الأرق على مالكيهم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه رواه الجماعة نعم هذا فيه أن الخدم لهم حق فيما قاموا بإعداده من الطعام يناولهم منه شيئا يرد رغبتهم في الطعام نعم وعن أنس رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود وابن معجة هذا من آخر ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ذلك بأمر الأمر الأول الصلاة وهذه حق لله جل وعلا والثاني ما ملكت أيمانكم من الأرقاء فإنهم محبوسون على سادتهم فيجب على سادة الأرقاء أن يحسنوا إليهم ويرفقوا بهم نعم باب نفقة البهائم نعم نفقة البهائم على مالكيها نفقة البهائم على مالكيها نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وروى أبو هريرة مثله نعم عذبت امرأة في هرة في رواية لها هرة لها حبستها فلا هي أطعمتها وقامت بكفايتها لما حبستها ولا هي تركتها تطلب الرزق تأكل من خشاش الأرض فعذبت بذلك نعم وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراء فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئراء فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر قال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه نعم وهذا فيه الرفق بالبهائم والقيام بمعونتهن وهذا رجل وفي رواية امرأة امرأة بغي كانت تزني فنزلت في بئر وشربت لما اشتد بها العطش ثم خرجت من البئر فإذا كلب يلهث من العطش فقالت لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ به فنزلت وملأت خفها الذي تلبسه على رجلها ملأته ماء وخرجت به سقط الكلب فشكر الله لها ذلك وغفر لها فإذا كان هذا في البهائم فكيف بالآدميين والمماليك نعم قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر نعم وإن لنا في البهائم التي نحسن إليها أجرا قال كل كبد رطبة فيها أجر من البهائم وغيرها نعم وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لغتها للإبل هل لي من أجر في شأن ما أسقيها قال نعم في كل ذاته كبد حرى أجر رواه أحمد نعم وهذا فيه الإحسان إلى البهائم ولو لم تكن ملكا لك فهذا يسأل عن البهائم التي ترد على حوضه الذي أعد الماء فيه لدواب به فتشرب منه هذه البهيمة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرا في ذلك وفي كل كبد الرطبة أجر نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين